مساء الخير يا رب تخونوا بخير زيك و بنات عاملين ايه? النهاردة معانا مصك جميل جدا وصفة هيلة للبشرة هتبيض البشرة وهتديها تراوة كده ونعومة وهتبقى بشرتك زي الاطفال جميل جدا الوصفة دي معانا فيزلين طبي الفيزلين دوت من الصيدلية عشان يديك نتيجة هيلة جيبي النوع دوت من انضف الانواع بتاعت الفيزلين وخاصة اللي بتجيبي العبوة دي من الصيدلية تمام عشان تبقي ضمنا النتيجة ناخد معلقة من الفيزلين نحطها كده في بولة وننزل عليهم بمعلقتين النشا النشا بيبيض البشرة كويس جدا يا جماعة كل مكون من المكونات اللي انا نحطها دي لها فايدة جميلة جدا للبشرة معانا كمان زيت شونسون بيبي وما اقورت تمام ابقى احنا حطينا معلقتين النشا ومعلقة فيزلين هننزل عليهم بمعلقتين كده ماء ورد عايز اقول لكم بتدي تراوة جميلة جدا للبشرة وفي نفس الوقت ريحة هيلة للمسك يخليك يحبق المسك على وشك وقلبيه بقى كويس اوي بحيس ان الخليط كله يمتزك كده ببعضه النشا مع الفيزلين مع ماء الورد. آآ الفيزين هيدائك شوية وانت بتقلبي فانت يستمري في التقليب كويس قوي لحد ما يمتزج المكونات ببعض. اخر حاجة هنضفها وهي زيت جونسون بيبي. فعلا الزيت ده يا جماعة بيخلي بشرتك فعلا زي الاطفال. قد ايه بتبقى نعمة وجميلة وملمسها تحفة كده انت مش هتبطل تستخدميه. احيانا ممكن يستخدم لوحده كده كمساش كده للبشرة. الخليط امتزج معانا بالشكل دوت قلبت كويس قوي لحد ما يبقى القوان بتاعه بالشكل ده له تقيل قوي ولا خفيف قوي. بس المسك ده لازم يستخدم على بشرة نضيفة. عندي تونك آآ آآ بالمنظر دوت آآ ممكن ان انت تغضي بقطنة كده من التونك ده لو عندك وتمسحي بيه بشرتك كويس قوي بحيس تشيل اي شوائب على البشرة سواء مسلا مكان آآ مكياج او اي كريمات انت حطاها تشيلي بيها تنظفي بيها بالتونك ده. ما عندكيش تونك ممكن تتخسلي وشك بمية فترة كده. وتبدأ تحطي المسك ده على بشرة نضيفة تماما. تمام? هتحطيها بقى ازاي? هتاخدي كده منه بايدك وهتحطيها على البشرة بشكل دائري كده. تلف كده بايدك على آآ البشرتك. من عند الخدود كده والقورة والرقبة يعني ممكن تنزيلي كمان بيها على الرقبة والدقن وكله. ما سيبيش حتة. فهما? وبشكل دائري كده. تعودي بالمسك ده نص ساعة كل شوية تفضلي تدعاكي بايدك كده على بشرتك آآ وتخلي المسك البشرة كده تشرب المسك كويس قوي. آآ نتيجته هيلة جدا. البشرة هتبقى بيضة قوي. وهتبقى ملمسها طاري وجميل وناعم. مش هتتخيالي النتيجة عاملة ازاي. نتيجة في الحال. يعني مش هتستني فيها. بعد ما هتشطفي وشك هتحسي فعلا باللي انا بقوله ده والنتيجة الهيلة دي. المسك لازم يكون آآ قوامه كده لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. يبقى بالمنظر ده. تمام? وزي ما قلتلك آآ استخدميه صح بشكل دائري كده على بشرتك. آآ البشرة هتلاقيها اتشربت من المسك ده تماما. تمام? بعد النص ساعة ان شاء الله كده ابدأ ايه اشتفي وشك بمية فترة آآ وشوفي النتيجة ان شاء الله هيديكي نتيجة هيلة. انا كل ما بنزل وصفة لازم اكون مجرباها يا جماعة ما بنزلش وصفة كده من غير ما اكون جربتها على نفسي وتأكدت من نتيجتها. تمام? آآ استخدمي الوصفة دي وهتدعيلي ان شاء الله. هستنى منكم اللايك الجميل كده آآ على الفيديو. وهستنى كمان تعليقاتكم الحلوة اللي بتساعدني. السلام عليكم ورحمة الله.